كنت بتعمل إيه قبل ما تخش علىه؟ أكيد كنت بتتبع طبعاً قرعة دوري أبطال أوروبا وكنت بقولك أن أنا مبسوط بالقرعة مبسوط بالقرعة طبعاً أنا عارف وأنا وإنتا بنحب بارشلونة خلينا يعني قبل ما نخش على المجموعات والقرعة انتباعك إيه عن البطولة داية قبل ما تبدأ؟ الناس بتتكلم إنها من أقوى النسخ هتكون من أقوى نسخ دوري أبطال أوروبا لأن فيه أندية كتيرة جداً جداً حتى في المستوى الثاني والثالث عندهم أو كسبوا البطولة بشكل كبير جداً انتباعك إيه عن البطولة؟ طولة صعبة هل مازالت محددة بأربع خمس أسماء هما اللي هيكملوا؟ شايفها إزاي؟ طبعاً يعني ما ينفعش يا كابتن نغفل دوري السوبر ليج الأوروبي المشروع الفاشل ما شافش النور لحد دلوقتي على حرص يوفى دلوقتي على أن دوري أبطال أوروبا تكون بطولة أولاً مدر الأرباح كتير ثانياً مرشطها كتيراً ثالثاً وده الأهم مستوى المرشط عالي فالنسخة دي هي النسخة قبل الأخيرة قبل التعديل اللي أعلنوا يوفم اللي هيبدأ من موسم 23-24 اللي هو هيكون بقى قلية التأهل مختلفة وطريقة اللعب مختلفة وطريقة التأهل مختلفة يعني هيتلعب بطولة من 2 يعني هيصف في 32 يعني 64 فرقة بعكاً 32 32 دول هيلعبوا كلهم 16-15 هيلعبوا 16 بتبقى بطولة ممتدة على طول الموسم فدي كانت بروفا في النقطة التأهيلية في نقطة التأهيل نظام التأهيل في الملحق اختلفوا البطولة دي وعشان كده احنا شايفين أربع أو خمس مجموعات فيهم ثلاثة من الفائزين السابقين بدول ثلاثة أو أقل طب تعالا لو أنت يا أحمد قبل ما نشوف يعني الأرعى أصفرت عن إيه تعالا لو أنت نرجع خطوة وراء ونشوف البوتز الأربع مستويات اللي طبعاً كانوا موجودين قبل الأرعى طبعاً هنعرض نتيجة الأرعى البوت الأولاني طبعاً ريال مدريد المانسيتي فرانكفورت الألماني ميلان بايرن بي اس جي بورتو وآيكس بص على البوت الثاني مجموعة الأندية اللي موجودة فيه ليفر بول تشيرسي بارشلونة يوفينتوس أتليتيكو مدريد سيفليا ولايبسيك وطوتنهام ده كلها أندية قمة بتتكلم على البوت الثالث دورتموند سالسبوك شاختر انتر نابولي سبورتينج ليفر كوزين بنفيكا برضو قوي جداً على المستوى الرابع مارسيليا طبعاً كلوجل بلجيكي سيلتيك مكابي حيفا وفيكتوريا بيلزين كوبنهاجن دينامو زيجرب ورينجورس وعودة كبيرة جداً جداً للكورة الإنجليزية أو الفرعة الإنجليزية بتكلم على سيلتيك ورينجورس أعتقد من 2007 ما تجمعوش في دوري أبطال أوروبا دي كانت البوتس قبل القرعة من الواضح زي ما أنت بتقول هتكون من أقوى نسخ دوري أبطال أوروبا لأنه المنافسة بدأت بشكل واضح في المجموعات مش منافسة عادية نعم في مجموعة فيها برشلونة وإنتر وبيرن منشن مجموعة تانية نستعرض المجموعات نستعرض المجموعات بشكل وبرضو أنت من خلال خبرتك يا طبعاً من بدري نقول ده ممكن مين يصعد ومين ما يصعدش لكن خلينا نتكلم بكل أمانة نتكلم على أنا بشجع برشلونة وإنت بتشجع برشلونة فيه ناس تانية بتشجع يعني بالجنيدي بشجع ريال مدريد ريال مدريد دوري في مجموعة الموت وكأن الريال لو اختاري القرعة بالنسبة له مشتطل عسل من كده يلا نطلع بالمجموعة الأولى نشوف القرعة والمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا دي المجموعة الأولى طبعاً آيكس ليبربول نابولي ورينجرس الإسكتلندي طبعاً نحن عندنا المجموعة فيها أكتر من معركة تاريخية أول شيء ليبربول ونابولي من السنوات اللي فاتت بقت مواجهة كلاسيكية بعض الشيء في الأدور المتقدمة أو في دور المجموعات من بعد ما ليبربول أقصى نابولي السنة قبل اللي فاتت من دوره 16 وقابلها في دور المجموعات أقصى منع وتأهل وتأهل على حسابه في أخر جولة بدف محمد صلاح لما روغ كل بلي وحطاها برجله اليمين عندنا ليبربول ورينجرس مواجهة بريطانية بريطانية خالصة ليبربول وآيكس مواجهة يعني ما حصلتش السنوات اللي فاتت ولكنها مواجهة كانت دايماً وشيكة يعني الدور البطولة بتاعت 2018 2019 اللي فاز ليبربول بلقبها كان ليبربول وآيكس في الدور نصر النهائي آيكس دلوقتي في التصنيف الأول وليبربول اللي في التصنيف الثاني وده وضعية مش معتادة لأنه اختلف نظام القولبة أو وضع المجموعات زي ما بيقولوا آيكس دلوقتي مثلاً في أكتر من نجم مرشح للانتقال لمانشستر يونيتد اللي هو الغريم التقليدي لليبربول أبرزهم على إطلاق أنتوني اللي يقال أن المانشستر خلص بـ 94 مليون استرليني في واحدة من أغلى الصفقات لو تمت في تاريخ الدورة الإنجليزية فده نموذج اللي احنا بنتكلم فيه تشابكات تاريخية كتير جداً وتشابكات حتى بعضها جغرافي زي ما بنقول مجموعة ليبربول ورينجرز على سبيل المثال فده مجموعة لا يستهان بها أبداً خصوصاً مع انطلاقة نابولي في الدورة الإيطالية بحق 6 نقاط من مرشين ومقدة أداء كويس وما استقبلش ولا هدف مع الوشيانوس بالتي ومنتدب اسم كبير زين دونبلي عمل مستوى ممتاز جداً في أول مرشين في الدورة الإيطالية فأعتقد دي مجموعة لا يستهان بها أبداً خلي بالك كل مجموعة هقولك مين اللي هيصعد من دلوات حتى نتحدى نفسك للسؤال يعني بنتكلم آيكس ليبربول نابولي ورينجرز مجموعة قوية جداً انت بتتكلم على مواجهات بشكل الدربي بتتكلم على مواجهات مع فرق كبيرة جداً تتكلم كمان على آيكس اللي يمكن في النسخة اللي فاتت كان محاق نجاحات كبيرة جداً في دور المجموعات ويمكن خرج يعني أقس في أدوار الأخيرة اختر لنا اتنين هم دول اللي هيوصل يعني خلينا بس عشان ما نجزمش بشي بس أعتقد ليبربول ونابولي أعتقد ليبربول ونابولي على حساب آيكس لأن آيكس متأثر أكيد برحيل إيريك تنهاجل لمانشستر يونيتد سنين هيأثر عليهم بالزبط وفيه نجوم كتير يعني فقدهم الفريق في الميركاتو دوت علشان يبني تيم جديد فأعتقد أن آيكس تكون في مرحلة ببناء مش هيقدر يتقاهل فيها من المجموعة الدور الثانية المجموعة القوية مجموعة قوية جداً أنت قلت طبعاً ليبربول مع نابولي طيب خلينا نروح للمجموعة الثانية كمان مجموعة على مستوى بورتو على مستوى أتليتيكو مادريد الأسباني لبركوزن الألماني وكلاب بروج البلجيكي من المجموعة القليلة السهلة يعني هي مجموعة ومجموعتين كمان أعتقد هم ثلاث مجموعة اللي سهلين أعتقد دي واحدة منهم أعتقد أن أتليتيكو مادريد آه الطريق مش مفروش بالورود في وجود لبركوزن وإحنا شفنا فرانكفورت كان خصم ألماني مش متوقع السنة اللي فاتت في الدور الأوروبي أقصى برشلونة ونجح أنه يفوسبو البطولة بورتو مش فريق سهل ولكن برضو متأثر برحيل لويس دياز الشتاء اللي فات وبعدين فابيو فييرا لأرسنل فأعتقد أن بورتو خصم لا يستهام بيه ولكنه قادر أنه يوصل دايما للأدوار الستاشر والثماني في دور أبطال أوروبا ده اللي احنا متعودين عليه أعتقد من المجموعة دي كابتن هات أهل أتليتيكو مادريد وبرتو نروح للمجموعة سي المجموعة سي هل من المجموعة ودي يعني أكيد كل الناس بتقول دي مجموعة تلموت بزبط لا مجموعة صعبة جدا البايرن برشلونا انتر يعني أنا ما وعدش على مجموعة زي دي في دور أبطال أوروبا لبرشلونا وغير برشلونا يعني ما كانش قدام عيني كده فرق الثلاث أندية بالقوة دي وبالستمن يعني فيه اجريسيفتي جامدة بين الثلاثة يعني برشلونا أقصى انتر ميلا من دور المجموعات في آخر مواجهة ما بينهم وكسبوا زهبوا عودة 2-0-2-1 بايرن وبرشلونا حدس ولا حرج فيه 8-2 والسنة اللي فاتت زهبوا عودة وقابلوا بايرن فايز على برشلونا بمجموعة المواجهين 7-0 وبعدها برشلونا كسب بايرن ميونيخ وأقصى من نص من ربع نهاية دور ربطال أوروبا مجموعات المواجهين 5-3 مبارات سائرية يعني مبارات سائرية يعني لدرجة كبيرة جدا فأعتقل مواجه بايرن برشلونا وفيلي فاندوفسكي في صفوف برشلونا كمان دلوقتي يعيواجه بايرن الأول مرة فبتتكلم في مواجهات معقدة جدا ولو في إشفاق فعلا يكون على فيكتوريا بيلزين الله أعلم ده يعمل ايه في المجموعة دي ولكن في المجموعة اللي زيدي بيكون دور فيكتوريا يعني الفرق الرابعة دي هو الفريد اللي بيحسم التأهر هو الفريد اللي بيحسم التأهر للآخرين يعني بالضبط لأنه يعني لو افترضنا جدلا أو مش جدلا يعني المنطق بيقول ان بايرن في طريق مفتوح في المجموعة دي على الأقل خلص ان يحصد يا المركز الأول يا المركز الثاني فالبطاقة هتتلعب غالبا بين برشلونا وإنتر ميلا يعني دول اللي مجموعة دي هتقال مينا برشلونا وبارني ميونيخ اعتقد مش هنرتب بقى أول وثاني لا مش هنفاصل في اللي يا عم نطلع وخلاص يعني نوصل للضرق اللي بعدين بالنسبة لبرشلونا طيب نروح للمجموعة دي طبعا على مستوى فرانكفورت الألمانية توتنهام طبعا الانجليزي سبورتنج البرتغالي ومارسيليا الفرنسي مجموعة اعتقد برضو مش من المجموعة الصعبة مش من المجموعة الصعبة ولكن فيها برضو شوية تشابكات كده كبيران مثلا فرانكفورت اتقاهل أول يعني هو موجود في التصف الأول بكونه بطل الدوري الأوروبي ولكنه فقط أهم لاعب عنده لوها كوزيتيتش رحل صفوف يوفينتوس قبل يوم واحد من موتش السوبر الأوروبي قدام رائل مادريد توتنهام مع كونتي الفريق بدأ يكون ستيبل بعض الشيء وكنتي بدأ يحط السيستم بتاعه وهريكين بدأ خلاص عكس ما دخل السنة اللي فاتت كان عايز ينتقل لمنشستر سيتي لأ دخل السنة دي مسجل هدف مسجل ومأجز وحالته البدنية ممتازة سن متواهج جدا بعد لقب الهدف السنة اللي فاتت الفريق بقى قوي اعتقد الضامن الوحيد للتأهل بشكل واضح وقتتنهم عن المجموعة دي هيرافقه من أنا متخالي أن أمال أولمبيك مارسيليا السنة دي عالية يعني خلاني نتكلم على صعادة طموحات الطموحات عالية جدا فرانكفورت زي ما يكون عمل أبجريد للليفل بتاعه في أوروبا لما خد مسابقة الدور الأوروبي ولكن ممكن بقى البوش الأخير بالزبط يعني السنة اللي فاتت كان حقق كل شيء كسب برشلونة في الكامب نو خد الدور الأوروبي خد بطولة أوروبية الأول مرة من من الستينيات على وجه التحديد لأن فرانكفورت فريق عريق جدا في ألمانيا وحضرتك أكيد تعلم ده ولكن طموح أولمبيك مارسيليا لدرجة الرغبة في شراء كريستيانو رونالدو اللي اضطرحت في الأسابيع اللي فاتت أعتقد ممكن تدفعهم أنهم يتآهلوا مع توتنام فأنا متخال المجموعة دي ممكن يتآهل عنها توتنام ومارسيليا طيب نروح للمجموعة الخامسة وطبعا المجموعة الخامسة على رأس المجموعة طبعا كان ميلا وتشيلسي سالسبورج ودنامو زاجرب مجموعة ممكن تكون واضحة إلى حد كبير على مستوى الأسماء على مستوى الأندية اللي حصلت على الدور الأبطال تكلم على ميلا وتشيلسي طبعا تشيلسي ولا أنت شايف ممكن يكون فيه مفاجأة هو سالسبورج دايما خصم صعبة في الدور الأبطال يعني دايما من ساعة لما كان موجود معهم هالند وقبله ساديو ماني وكان معهم كذا لا فريق سالسبورج بشكل عام فريق معقد بعض الشيء دايما بيحط حتى بيصعب المسائل صعب المسائل على ليفربول قبل كده وعمل مع نتائج يعني صعبة في الشامبينز ليج تشيلسي هو العنصر الأقوى في المجموعة دي تشيلسي على الرغم أنه فقط أسماء كتيرة كان بيرغب فيها في المركات وبرشلون انتصر عليه فيها على وجه التحديد رافينيا ومعرفش يجيب غير كوكورية وكل يبالي من الأهداف اللي هو دخلها وعلى وشك التحصول على توقيع أوباميانج ولكن تشيلسي هو الخصم الأكثر استقرارا في المجموعة دي ميلا الغاية القصوى اللي كان بيبتغيها كابتن السينابات اللي فاتت بالزاة السنوات الخمسة اللي فاتت هتحقق الكلشو يعني الضغط الرهيب اللي كان عن عشر سنوات اللي تعكلش وإحيانا فرق الكورة لما توصل للليفل ده بتريح فاللي حصل أنه حتى ده باين لنا في بداية الدور الإيطالي ميلان مشل ميلان اللي دخل بالعنف والشراسة بتاعت السنة اللي فاتت ميلان السنة دي يعني المفروض المجموعة اللي فاتت كانت معقدة مع أتلاتيك ومدريدو مع ليفربول ولكن السنة دي هو هيتأهل غالبا تاني مع تشيلسي ولكن سلس بورج ممكن يكون لي كلمة الحسم في المجموعة دي مش بالتأهل بس ممكن يعد على ميلان و تشيلسي بعض الشيء أعتقد المجموعة دي مجموعة محسومة أعتقد ميلان و تشيلسي و الميلان طيب نروح للمجموعة السادسة وطبعا على رأسها بنتكلم على المين سيتي بنتكلم على سيفليا بنتكلم على بروسيا دورتموند وبنتكلم على كوبينهاجن دي طبعا مجموعة آسف دي السبعة آسف دي بقى مجموعة الموت دي مجموعة الموت أنا مش عارفة مريد هيعمل إيه أنا بقولك ريبسيج هو اللي بيختار هذه القرعة ما كانش واقت بهذا الشكل بتنكلم على ريال مدريد ليبسيج شختار و سيلتك السؤال من اللي هيوصل مع ريال مدريد نكلم ليبسيج تكلم على شختار وعلى تكلم على سيلتك بعد غياب طويل جدا وعرضة تانية إلى دور الأبطال هو لا يبسيج خصم لا يستهم بي ليه لأنه بخلاف عودة تيمو فيرنر اللي هو واحد من النجوم التراخيين للنادي بعد تجربة غير نجاحة خلنا نسميها غير نجاحة في تشيلسي فهو عنده عنصر من العنصر الأقوى في أوروبا دلوقتي اللي هو كريستوفر نكونكو لو كنكونكو ممشيش الخمس ستة يام اللي جايين دول لأن ريال مدريد عايزوا المفارقة أن ريال مدريد ممكن يستسني القرار اللي في لورنتينو بيريز أخدوا أنه خلاص احنا قفلنا على روديجير وتشواميني النهاردة التقارير طلع تتكلم عن أنه لو نجحت عملية بباع أسينسي وأدريوزولا وماريانو دياس ففيه اتجاه أنه ممكن يدفع الشرط الجزائي في عقد نكونكو اللي هو مش كبير ستين مليون يورو بس يعني وهتكون مش هيواجه مشكلة في تسجيله لأنه هيسيب ثلاث لعيبة برواتب عالية أسينسي وماريانو أدريوزولا فريال مدريد ممكن يعمل اللي بيعمله دايما أنه يدخل في الوقت ده ويجيب اللعب النجم فقدمه ست أيام على ده لا يبزي كفر لا يستهان بيها لو دخلت بكامل قوامها أعتقد هي اللي هتتقاهل مع ريال مدريد ريال مدريد يقصيها من حساباته ويستعين ببعض الأسماء يعني دلوقتي مثلا بعد ما راحل كازيميرو توني كروس اتصاب بدأ اللي اعتماد بشكل كبير على كامافينجاتش ومينيفا الفيردي العناصر آه شابة وكل حاجة ولكن كل اللعبة دي هتلعب كده معدلات دقائق عالية جدا لأن عندك لعيب زي كروس مثلا ولعيب زي مودريتش ما بقوش يستحملوا النسق العالي 90 دقيقة طول الموسم فانت هتحتاج دايما تريحهم فكنت متخال ان ريال مدريد لو اصطدم بخصوم قوية في دور المجموعات في الشامبيونز المهم ما تكون صعب ولكن ده حتى ده الرفاهية دي ما شفناش يعني حتى الرفاهية دي ما شفناش يعني يعني الريال مدريد في طريق مفتوح وأعتقد هيصاحبوا لابزك في المجموعة دي طيب نروح للمجموعة اللي بعدية المجموعة اتش أعتقد نشوفها مجموعة جي مجموعة جي ونتكلم على طبعا المان سيتي طبعا الدوري الأبطال سيبيليا ودورتموند وكوبنهاجن برضو من خلال من خلال الرؤية العامة الأمور محسومة للمان سيتي ولكن يبقى واحد من سيبيليا دورتموند وكوبنهاجن دي بقى مجموعة صعبة جدا معقدة ولكن طبعا منشستر سيتي والوحيد اللي شبه ضمن المقعد الأول أو التاني وإن كان الخصوم مش سهلين على وجه الإطلاق دورتموند يعاني من مشكلة كبيرة وهي أصابة هالر المريرة بالكنسر يا رب يتمش فعلة خير ممكن يحضر المتشاط المؤهي يعني في شهر من شهر 12 ممكن يكون موجود هالر هالر كان البديل الوحيد لهالند يعني البديل اللي دورتموند قرر ينفق فيه على إيرلينج هالند سي فيا طبعا فريق مستقر قادر يحقق استقرار مع لوبيتيجي فني بعد تجربته فنال مدريد دلوقتي بيكمل السنة الثالثة معهم سي فيا عنده نجوم برضو من العنصر المستقرة في النادي منوري الحداد على رأسهم في الوقت الراهن يوسف النصيري السنواء المغربي وفي حرس تمر ما يسين بونو طبعا هيفقد طبعا جول كوندي وهنحس بالفرق الدفاعي الصلابة الدفاعية اللي كانت عند إشباليا في السنوات اللي فاتت أعتقد منشستر سيتي الوحيد اللي ضمن مكانه المنافسة بين إشباليا ودورته منذ صراحة ما فيهاش ما فيهاش تنجيم يعني مستوى واحد شوية ولكن أعتقد أنه إشباليا عنده فرصة أكبر أنه هيتأهل مع منشستر سيتي وطبعا أعتقد كوبينهاجن هو اللي يحدد مين اللي بالضبط هي المجموعة بالضبط زي مجموعة برشلونة طيب نروح للمجموعة اللي بعد كده طبعا مجموعة بي ات جي يوفينتوس بنفيكا ويعني مكابي كيان الصهيوني في المركز الرابع برضو مجموعة إلى حد ما واضح فيها ملامح الأول والتاني وإن كان بنفيكا مع روجة رشمت على سبيل يعني لئته موحط كبيرة مع روجة رشمت يدايق شوية وعمل دمع برشلونة السنة اللي فاتت وأقصى من دور المجموعات في دورة أبطال أوروبا يوفينتوس لو كانت حالته أقوى من الحالة اللي هو بدأ بها الدور الإيطالي كنا قلنا باريس ويوفينتوس بمطمئنين البال طبعا باريس حاسم مقاعده وبيتهيقلي محاسمه في المركز الأول وإن كان يوفينتوس لا يستهان به ولكن مش بقوة باريس خالص لو هنقول بس عشان نبقى في السيف صيد هنقول باريس ويوفينتوس مع إيه عشرة في المية كده تبقى لبنفيكا لو حقا مفاجئ طيب معنا فيديو نشوف المدير الفني لفريق بنفيكا روجل شميت قال إيه عن هذه المجموعة وطموحاته في دورة الأبطال نشوف مع حضرتك إلى شاهدتم المباريات الأربعة في الأدوار التأهيلية تجدون أن فريقنا أثبت أنه يستحق اللعب في دورة أبطال أوروبا أحسن اللاعبون الأداء وأنا أيضا سعيد لأن اللاعبين أثبتوا أنهم قادرون على تحمل وطأة الضغوط لأن الجميع يتوقعون تأهلك إلى دور أبطال أوروبا إذا كنت لعبا في بنفيكا غير أن الأدوار التأهيلية لهذه البطولة ليست سهلة على الإطلاق أعتقد أننا وبمساعدة المشجعين أحسن الأداء تحكمنا في رأي على مسار اللعب بصورة جيدة في الشوط الثاني أنهينا مبارتين ضدهم دون تكبد هدف واحد ولذلك هذه نتيجة جيدة جدا أشعر بارتياح كبير لأجل الجميع نتطلع الآن لما سيحدث في الأشهر المقبلة فهذا سيمنحنا ثقة كبيرة بالنفس دي طبعا كان كلامه يمكن قبل القرعة ويقع طبعا مع فريتين كبار بحجم بي اس جي واليوبينتوس طبعا وزي أحمد ما بيقول دايما الفرق المتوسطة أو ما بينكوسين الفرق الصغيرة ممكن أولا تحدث مفاجآت أو هي تكون العامل الكبير في صعود أحد الفرقة أو ترتيب المجموعة نفسها بالضبط وبينفيك على سبيل يعني على وجه الخصوص من السنة اللي فاتت بيتمايز بصلابة دفاعه في المطولات الأوروبية بشكل كبير كان عنده عنص القوي اللي وادروا النونز في خط الهجوم بقعوا واستفاد منه لمصلحة ليفر بول المجموعة برضو معقدة في وجود باريس ويوفينتوس وإن كان يوفينتوس هو الخصم اللي ممكن ينشن عليه بينفيكا السنة اللي فاتت زي ما نشن على برشلونة خصم غير مستقر يعني خصم غير مستقر نفس حالة عدم الاستقرار وإن كان برشلونة متخبط أكتر السنة اللي فاتت كان متخبط أكتر من يوفينتوس باريس ويوفينتوس زي ما قلت لحضرتك هم الأبرهند في المجموعة دي ولكن بينفيكا تظل لنسبة في إحداث المفاجأة